الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني في ذكر فضيلته صلى الله عليه وسلم بطيب مولده وحسبه ونسبه حدثنا أبو بكر محمد بن حميد قال حدثنا هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا محمد بن جعفر قال أشهد على أبي حدثني عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خركت من نكاح وللأخرج من سفاح من لد آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصدني من سفاح الجاهلية شو بنتي نغنه ريغم نیالجوخنكويرن تبي في أسكن أمك في مبك أو أبا أعمك أي آيهم أقني لن يال الله لابله نجريك آدم بچي في مجدو موم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من جلل الأبن سبن علي بن طالب رضي الله عنه من يُن تبي صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 دي ولبتكو چندگي يننتي تايكي جوركو اللقل جوركو اي نيب اي يننتي لن ينك نيالتان ندنوت دي جالن تو چندگي غوري اي ننتي بايا يمجركو ام امينتو صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن هارون حدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز قال حدثنا اخمسيون المقدام حدثنا حمد بن واقد الصفار قال حدثنا محمد بن ذكوان عن عمر بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل خلق السماوات سبعا فاختار العليا منها فسكنها واسكن سائر سماواته من شاء من خلقه وخلق الأرضين سبعا فاختار العليا منها فاسكنها من شاء من خلقه ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم واختار من بني آدم العرب واختار من العرب مضر واختار من مضر قريشا واختار من بني هاشم واختار من خلقه واختار من خلقه اشترك من خلقه واختار من خلقه واختار من خلقه أخدت السبب كانت أجرام أنها غيرت المديرات لأجرام أنت تأثير في المديرات نجحنا في طررق الأنقي منذ كل مرهاتك يجب أنت تسعر في مديراتك سأنتظر في أجرام أنت تأتي يجب أن تأثير في مديراتك وستحر في اجرام أنت تأثير في أجرام في البطارن إلى البطارن إلى البطارن إلى من البطارن على vimos المثومين كما في تدير في الصاتب أصدق أي الأية نتعاد في البطارن فقد المسيطات بحضورك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة